مصر التعليمية 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 طبعا هتشمل عندنا السلم الحصيرة اللي هو بدون درج والسلم الكابولي اللي احنا طبعا بيطلق عليه أو بيسمى في سوق العمل سوق السلم الدرج هنتكلم عن الاتنين وهنتناول المعارف الخاصة بالنوعين من السلالم سواء بقى كانت في التخطيط طبعا ما عندش عندنا مادة زي ما احنا عارفين اسمها مادة التخطيط ولا مادة اسمها تكنولوجيا او مادة اسمها رسم فني ولكن هنتناول المعارف اللي بتخص المهارة اللي عندنا أو التمرين بتاعنا التمرين بتاعنا النهاردة السلم الحصيرة والسلم الدرج إذا طبعا أصعفنا الوقت أننا نقدم التمرينين السلم الحصيرة والسلم الدرج وكل ما يتعلق بالتمرينين في المعارف النظرية الخاصة بي أحبائي اسمحولي قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا ونقود في خضم المهارات والمعارف الخاصة بوحدة السلالم لازم طبعا بتوجه بتحية شكر وتقدير لكل زملائي في العاملين في مجال التعليم الفني واللي موجودين كجنود مجهولة في المدارس تعليم الفني بشكل عام وتحية شكر خاصة وتقدير لزملائي العاملين بالمنظومة المستحدثة منظومة الجدرات المهنية لأن زي ما بنشوف أو زي ما بنقول في إصرار وحرص على إنجاح المنظومة بأقل زي ما بنقول كده أقل الخامات المتوفرة وبأكبر الإمكانيات من قدرات بشرية وطاقة بشرية عاملة في المدارس بتاعتنا في جنود زي ما بنقول كده أو بنطلق عليهم جنود صامدة كل هدفها وكل حلمها أنها تنجح المنظومة وبتعمل عليها ليلا ونهارا وقبل ما نبدأ يعني اسمحوا لي كده نستعرض مع بعض ونشوف بعض الملامح لتعلمنا الفني إزاي كان ودلوقتي اتغير والشكل إزاي تحس دلوقتي لو أنت بتدخل مدرسة صناعية أو أيا كانت النوعية زراعية تجارية بقيمة التعليم الصناعي اللي موجود فيها وإزاي شكل التعليمنا الفني بيتغير بما يتواكب أو يتماشى مع المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل ومواكبة المستحدثات اللي بتطرق على المجتمع سواء المجتمع المحلي أو المجتمع العالمي هنستعرض مع بعض كده بعض الصور الخاصة واللي طبعا يعني جبناها لحضراتكم من داخل مدرسنا في التعليم الفني عشان نشوف عشان نقدر نشوف الشكل عندنا كان ازاي وبقى ازاي دلوقتي صور دي خاصة بمدرسة من مدارس التعليم الفني المستحدثة في المنظومة واللي تم تطبيق المنظومة بها حديثا الصور موجودة ازاي يعني لو لاحظنا أو بنشوف دلوقتي المعلم ازاي مرتدي أو ملتزم بتعليمات الامن والسلامة المهنية اللي موجودة عنده واللي بتكون هي اهم احد المعايير للحكم على مستوى الطالب في الورشة طبعا مش هينفع نكون المعلم بيتكلم عن معايير امن وسلامة والطلبة طبعا غير مرتدي او المعلم غير متبع لقواعد وتعليمات الامن والسلامة والطلبة ملتزمة ده صورة احد الصور من الورش بتاعتنا في تقصص نجارة العمارة وان كنا بصدد الحديث النهاردة عن تخصص الخرصانة ولكن ده صور ونمازج مشرفة من تعليمنا الفني من داخل مدرسنا هنا عملية التقييم وعرض للعدد والادوات او المهمات المستخدمة في الادوات الامن والسلامة والصحة المهنية استعراضه طبعا الطالب بيدخل ده المقيمين سواء كان واحد من المقيمين النظري والعملي طبعا مرتدي لادوات الامن والسلامة وبيحاول انه هو يعمل عملية التقييم مع الطالب الطالب طبعا بيستعرض الادوات اللي موجودة قدامه دي ده بيستخدم فيه واسمه ويه وطبعا هيذكر كل الادوات اللي موجودة قدامه او المهمات اللي موجودة على التربيزة قدام طبعا المقيمين الاتنين اللي موجودين واللي مرتديين لوسائل الأمن والسلامة هنا طبعا بيتناقشوا الاتنين معلم النظري ومعلم العملي أو مقيم العمل ومقيم النظري وان كان احبائي المتابعين وزملائي بنلفت النظر ان طبعا في المنظومة الجديدة وحضراتكم تعلمون جيدا ان انصهر خلاص المعلم النظري مع المعلم العملي الاتنين بيعزفوا في سمفونية واحدة هي سمفونية الجدرات وازاي انهم يقدروا يوصلوا مع الطالب للمستوى اللي يليغ به في سوق العمل هنا الاتنين المقيمين بيعودوا مع بعض زي مواضح في الكاميرا قدام حضراتكم على الشاشة ان الاتنين المقيمين مع بعض سواء نظري أو عملي بيتناقشوا مع بعض في بطاقة التقييم الموجودة امامهم ده طبعا كان فيه طالب انه قد عملية التقييم وهنا بيتشوروا في اداء الطالب ومدى استجابته للمعلومات اللي درسها عن وحدة الامن والسلامة طبعا ده برضو نموذج تاني لأداء تمرين داخل الورشة هنا في تخصص من تخصصاتنا المعمرية اخر وهو تخصص اعمال البناء شكل الطالب ومنظومته وتعامله داخل المدرسة طبعا تغير جدا ده نابع من التغير اللي طرق على المعلم نفسه في المدرسة ومدى اقتناعه بالمنظومة الحديثة لانه طبعا عشان يقتنع بالمنظومة اذا هو هيقدر بعد كده يكون حريص او احرص حد على انجاحها وتوصيلها للطالب بالشكل اللائق بيها واللي بيتماشى مع سوق العمل انا طبعا برضو مع ابناءه الطلبة المقيمين التلاتة الاتنين العملي والمقيم النظري موجودين مع ابناءهم الطلبة بعد انتهاء من عملية التقييم لا احنا طبعا بننوى ونقول تاني فعلا تعلمنا الفني بيقود دلوقتي حاليا قاطرة التنمية وهو حاليا دلوقتي في نصاف او بدايات الارتقاء بمستوى التعليم والتدريبي للطالب بدأنا في عملية النهضة بتعلمنا الفني بسواعد زملائي اللي موجودين حاليا واللي بيطلق عليهم او زي ما بنسميهم هم فعلا بالاكيد او بيدون شك جنود غير موجودين على دايما في خلف الصفوف بيدفعوا ابناءهم بيدفعوا تعليمنا الفني الى الامام في منظومة جديدة كلهم حرص على انجاح هذه المنظومة ان شاء الله باذن الله يكلل مجهودهم بالنجاح والتوفيق وهنبدأ مع بعض ان شاء الله اولى الحلقات الخاصة بالصف الثالث ووحدات الخرصانة طبعا اولى حلقاتنا في مادة او في وحدات التعليم الفني القايم على الجدرات لتخصص الخرصانة هيكون عن وحدة السلالم زي ما تكلمنا ولكن هنا في استعراض سريع للوحدة طبعا احنا جايبين وحدة عشان تكون من واقع ما هو موجود في اياد حضراتكم في المدارس وهو ما يطبق على ارض الواقع هنا ده طبعا اجزاء الشريح بتاعتنا مقتصة من الوحدات اللي موجودة مع حضراتكم زي ما قلنا في بداية الحلقة طبعا بتبدأ بملخص الوحدة والهدف منها فهو هنا بيقول لي بتهدف الوحدة طبعا الى اكساب الطالب او الطلاب الجدرات المرتبطة بتجميع وفك وصيانة الشدات الخشبية بالسلالم طبعا ومكملها معا السلالم الخرصانية وحمامات السباحة نظرا لما تمثله هذه الجدرات من اهمية كبرى او كبيرة لبقية الجدرات التي تتضمنها الجدرات اللي هي التالية في برنامج او في برامج الدراس مخرجات التعلم في الوحدة بتاعتنا اللي احنا بصدر دراستها النهاردة او الحديث عنها المفروض انه هو الطالب في نهاية دراسة هذه الوحدة يكون قادرا على ان طبعا دي المخرجات بتاعتنا او الاهداف زي ما كنا بنسميها زمان اهداف الدرس لكن دي اهداف الوحدة او ما هو المرجو من الوحدة او لو هنطلق عليها بمصطلح عام شوية واشمل ونستخدم المصطلحات الحديثة في الجودة التعليم هنقول ان هي الرؤية الخاصة بالوحدة بتاعتي انا بطمح ليه؟ اطمح ان المفروض الطالب بتاعي بعد الانتهاء من دراسة الوحدة انه يكون قادر على ان يجمع وينفذ الشدة الخشبية للسلالم الخرصانية بعد كده يجمع وينفذ الشدة الخشبية لحمامات السباحة يفك الشدات الخشبية الخاصة بالسلالم وحمامات السباحة وهي صينها ربع حاجة يقيم اداؤه الخاص ويخطط لتحسينه يبقى عندي الوحدة هنا فيها بتشتغل على مخرجين او نوعين من المهارات المهارة الاولى ازاي هينفذ اعمال السلالم الشدة الخشبية للسلالم والمهارة التانية ازاي هينفذ اعمال الشدات الخشبية لحمامات السباحة النهاردة ان شاء الله هنتناول مع بعض السلالم بشقية سلم الحصيرة والسلم الكابولي او زي ما بيطلق عليه سلم الدرج طبعا المتطلبات السابقة لدراسة الوحدة ينبغي قبل دراسة هذه الوحدة ان يدرس الطالب الات طبعا زملائي انا حابب اأكد على الجزئية دي وبننوى عليها دايما في المدارس اللي دخل المنظومة حديثا وبنأكد برضو على حضراتكم عليها عشان ما نغفلش الجزئية دي الجزئية الخاصة بمتطلبات دراسة الوحدة ماينفعش طبعا انا عندي طالب في الصف الثالث هينفذ خلاص اعمال السلالم او حمامات السباحة زي ما شوفنا مع بعض او الحوايط الخرصانية في الوحدة بتاعتنا ولا يمتلك مهارات الامن الصناعي او وحدة الامن الصناعي وكذلك اتقان مهارات الاختيار العدد والادوات اذا هي متطلب اساسي لاتمام عملية دراسة الوحدة بمعنى ان انا مش هينفع ان يكون عندي طالب بيدرس او بنشتغل النهاردة مع بعض في وحدة اعمال السلالم وهو طبعا لم يجتاز وحدة الامن والسلامة او وحدة العدد والادوات يبقى دي اسمها ايه اسمها متطلبات دراسة الوحدة انا لا اخفل طبعا ولا يخفى علي ان انا بتحدث طبعا الى زملائي العاملين في او اللي بيشتغلهم في المنظومة مع الصف الثالث واكيد هم مروا بالتجربة دي في العامين السابقين ولكن من باب وذكر فلازم طبعا نكون حرصين تمام الحرص على المتطلب ده من متطلبات دراسة الوحدة انه مش هينفع طالب عندي يشتغل في الوحدة بتاعتي الا لما يكون طبعا اتم دراسة الوحدتين السابقتين اللي هم متطلبات دراسة الوحدة وان كان طبعا بتحجب نتيجته لحين ابتيازه الوحدات او طبعا لازم مقيموش في الوحدة اللي انا بصردها حاليا دلوقت بعد انتهاء طبعا من انتهاء تدريبها الا لما اتم عملية التقييم له في الوحدات اللي هي متطلب اساسي من متطلبات دراسة الوحدة طيب نرجع مع بعض كده للإصلاحات بتاعنا ونشوف كده اول حاجة بيقول لي اساسيات الصحة والسلامة المهنية يبدأ متطلب اساسي من متطلبات دراسة الوحدة رقم اتنين ادوات ومعدات وخامات اعمال الخرصانة احنا زي ما قلنا مش هينفع انه طالب يدرس اعمال السلالم وهو غير جدير او لم يكتاز الوحدة الخاصة بالعدد والادوات وكمان الخامات الخاصة باعمال الخرصانة طيب ده كان المتطلبات المخرج بتاعنا مخرج التعلم رقم واحد وزي ما قلنا ان الشراح اللي قدام حضراتكم دي مشتقة من الوحدات اللي موجودة في المدارس حاليا اللي هو دليل المعلم واللي بيطبق في المدارس المخرج الاول بيقول لي يجمع وينفذ الشدة الخشبية للسلالم ده المخرج التعلم رقم واحد معيير الاداء الخاصة بهذا المخرج واللي طبعا من خلالها هحكم على اداء الطالب في قدرته على تجميع وتنفيذ الشدة الخشبية للسلالم لان زي ما قلنا ان النهاردة معيار التقييم بتاعنا اختلف وبقى في مازورة بقدر من خلالها ايس مدى تقدم الطالب في المهارات العملية او المعارف اللي موجودة عندي اذا انا ما عادش عندي اهواء شخصية في عملية التصحيح او مشابه لا انا بتحكمني معارف مجموعة معايير اسف المعايير دي مشتقة من سوء العمل كان شريك في صناعتها او في وضعها ممثل من سوء العمل نرجع مع بعض كده وهو نشوف بقى نكمل بقى المعايير اول معيار يستخدم وسائل الامن والسلامة وده معيار لاغنى عنه في داخل قلعنا الصناعية بمدارسنا لابد من ان الطالب يتقن استخدام وسائل الامن والسلامة المهنية وماشي معايا لو لاحظت ان كان في وحدة في الصف الاول او الصف الثاني وعلى كل الوحدات لابد دايما بيبدأ بمعيار ثابت اللي هو استخدام وسائل الامن والسلامة المهنية رقم اتنين يقرأ الرسومات التنفيذية وده معيار ثابت طبعا واساسي ولابد ان هلتزم به اثناء عملية تقييم الطالب ليه لان هنا الطالب لابد ان يكون قادر على بنهاية طبعا المخرج ليكون قادرا على ان يقرأ الرسومات التنفيذية لانه وارد جدا ان الطالب ده هيكلف باداء تمرين سواء في المدارس او في الواقع العملي بعد كده ان شاء الله لما بيمتن بهذه المهنة في سوء العمل هيكون معاه تفصيلة او رسمة خاصة فلازم انه يكون قادر على قراءة هذه الرسمة او التفصيلة التنفيذية اللي موجودة معاه واللي من خلالها بيستخرج الابعاد المناسبة لتنفيذ التمرين رقم 3 ينفذ شرب وتحديد منسوب وارتفاعات السلالم طبقا للرسومات التنفيذية وطبعا حسب اصول الايه الصناع يبقى الطالب هنا المعيار الثالث اللي انا يحكم على اداءه في تنفيذ الشدة الخشبية انه يقدر ينفذ الشرب ويحدد منسوب وارتفاعات السلالم طبقا للرسومات ودي محتاجة شوية جزء كده المعيار ده ان انا بقول لي زملائي لازم اوصل للطالب ازاي يقدر يتعلم ان هو يجري عملية تحديد شرب ونقل هذا الشرب من مكان الى مكان اخر فاذا كنت انا بصدد عندي وليكن ارتفاع للبسطة المتوسطة في اعمال السلالم بما ان انا حاليا دلوقتي بتكلم على تنفيذ شدة خشبية لاعمال السلالم يبقى انا محتاج وليكن الارتفاع بتاعي متر وثمانين مثلا لو انا عندي البسطة المتوسطة متر تمانين متر عشرين بعلم الطالب هنا مهارة ازاي ينقل هذا الشرب من بداية مدخل الشقة او الموقع بتاعي الى داخل المكان المحدد او البعد المحدد لأعمال التنفيذ طيب نشوفها دي كده مع بعض بالرسم بتاعنا ونوضحها ازاي انا ها يعني اوصل معلومة دي كمعرفة للطالب طيب لو انا لو انا ما قدرتش اوصلها للطالب لو ما قدرتش ان انا اوصل الطالب بتاعي على الورق ازاي ان هو يقدر يتعلمها كمعارف كجانب من المعارف اوصله ان هو برسم له رسمة زي ما هنشوف كمان شوية مع حضراتكم ازاي اقدر اوصل هزي المعلومة للطالب بالرسم الفن اعزائي فاصل مع بعض جزء الخاص بعملية ازاي ان انا هقدر اوصل للطالب عملية المعارفة في كيفية تنفيذ اعمال الشرب كنا توقفنا قبل الفاصل عند ازاي ان انا هنقل الشرب بتاعي اللي هو بتراوح انى متر وعشرين او متر وثمانين وهنا وضح الكلام ده بالرسمة مع بعض لو انا عندي بعلم الطالب بتاعي او بقوله لو انا عندي البادي بتاعي بتاع السلم عندي هيكون هنا كده والبادي او نقطة البداية بتاعتي اعتبرها ده منسوب الصفر بتاعي او منسوب 40 من 100 لو هي 40 من 100 يعني 40 سنتي وعندي المسافة بتاعتي بتاعت قلبة السلم وليكن 2 متر او 300 المفروض ان الطالب بيبعد من هنا بعلمه ازاي بيبعد التلاتة متر بالشريط بتاعه بعد كده على الاوايم زي ما نشوف كمان شوية في عملية التنفيذ للشدة عندي الايم الخشب بتاعي بيكون موجود بالشكل ده الطالب بيقف هنا وبيحط ميزان الخرطوم بتاعه كده اهو لو انا هرسمه بالشكل ده كده لو هو موجود معايا الميزان بتاعي ميزان الخرطوم او الخرطوم اللي هو بيبقى مليان مية كده وبيحدد هنا منسوب اللي هو وليكن مثلا الاربعين سنتي بتاعتي بيبدأ واحد من زميله ماسك الخرطوم من الطرف ده واخر من الناحية دي بعد نقطة المية بيحاول اللي هنا يقول للنحية دي الطالب اللي الناحية دي او المساعد اللي معاه اتحرك سنة لفوق انزل تحت لحد اما نقطة المية بتاعته اللي موجودة هنا دي بتثبت على المئاس بتاعه اللي هو وليكن مثلا اربعين او ايا كان اي المئاس في عملية نقل الايه الشرب نقطة المية ما بتثبت عنده هنا الطرف اللي نحيانا دي بتثبت عند المقاس بيعلم طبعا علامة كده بتكون دي هي وش المقاس بتاعه اللي هو 40 بيعلمه ان نقطة المية لما بتثبت عندي بقوله خلاص علم على الاين بتاعك وليكن مثلا 40 هو محتاج انه يطلع المسافة بتاعته متر وليكن منهم طبعا 40 تحت يبقى هيطلع كام يبقى هيطلع 60 من بعد الشرب بتاعه او لو انا بقوله متر وعشرين انا خدت منهم 40 تحت يبقى محتاج عايقز بالشرط من هنا لحد فوق 80 من 100 متر اذا المنسوب بتاعه ده او الشرب بتاعه اللي تنقل هنا هيكون كام منسوب 120 تكون دي بداية البسطة بتاعته يبقى الغرض من الكلام او الشاهد من الرسمة بتاعتي ازاي انا بحول او اقدر اقول للطالب الجزء الخاص بمعرفة او بالنظري الخاص بعملية نقل الشرب لتحديد منسوب او ارتفاع بسطة البسطة دي بسطة متوسطة او البسطة بسطة او صرفت الوصول في اعمال السلالم يبقى ده المعيار رقم اللي هو رقم 3 عندي معيار معيار رقم 3 اللي هو بيقول تنفيذ او الطالب المفروض يننفذ عملية الشرب وتحديد منسوب او منسيب الارتفاعات الخاصة بي اعمال السلالم طب الجزء ده انا فوق في الجانب المعرفي اقول للطالب ازاي اعلم الطالب على لوحة زي كده زي اللي قدامي موجودة دلوقت اجيب له لوحة وحدد له منسوب المنسوب ده وليكن مثلا واحد متر وعاوز انقل المنسوب واحد متر ده الى نهاية الغرفة او بعد مسافة 3 متر على الجدار طبعا بقول له تاني وكرره زميله بيمسك طرف من الخرطوم الميزان بتاعي اللي هو خرطوم المية ميزان المية وبيقف هنا عند الشرب اللي انا عاوزه والطرف الاخر او الزميل الاخر بيروح عند المكان اللي انا محتاج انقل عليه الشرب اللي هنا بيقول له اتحرك شوية اطلع فوق انزل تحت لحد اما نقطة المية بتبقى مساوية للشرب بتاعي او المئاس اللي انا عاوزه اللي هنا بيقول للطالب التاني خلاص كده اثبت وعلم على الحيطة بيعلم العلامة دي والمعلامة دي معروفة ان هي علامة الشرب بتكون 8 كده 7 7 كده هو العلامة دي الوش اللي فوق ده هو وش المنسوب هو اللي بيكون لفوق هنا بيكتب عليها طبعا 1 متر يبقى كده الغرض من الموضوع انه نقل الواحد متر اللي موجود هنا نقله الناحية دي ويقدر ينفذ العملية دي في اكثر من مكان الحباقي ده كان الجزء الخاص بالمعرفة الخاصة بالمعيار رقم 3 وازاي ان انا اقدر انفذها مع الطالب فوق وازاي اعلمه ان هو يقدر يؤديه هنشوف بقى المعيار رقم 4 بيقول هنا يجاهز الاخشاب اللازمة لتنفيذ الشدة السلم الحصيرة ودي طبعا بيجاهز الطالب الاخشاب اللي هستخدمها سواء كان بقى خشب لتزانة الواحد لتزانة حسب عرض القلبة اللي موجودة عنده او العروق الفلير والبيانضات عشان هيستخدمها بعد كده في القوائم وعملية التقفيص رقم 4 بيقول هنا جاهز لو لاحظت بقى رقم 5 بيقول لي ينفذ التقفيصة اللازمة لتنفيذ شدة السلالم يبقى هو بعد ما هينفذ الشرب طبعا يرتدي وسائل الامن والسلامة ويقرأ الرسومات يشوف المطلوب منه الرسمة لحضرتك او التمرين نحضاك من الدوله عشان ينفذه يبدأ بعد كده يحدد الشرب وينقل المسافات او المناسيب بعد كده بيجاهز الخشب اللي هستخدمه في السلم طبعا دي معيير يعني قواعد واساسيات وخطوات بدايات لأداء تمرين هبدا بعد كده ينفذ التقفيصة رقم 6 ينفذ الشدات الخشبية اللازمة لعمل شدة السلالم طبقا للرسومات واصول الصنع رقم 7 خلص خلاص الشدة بعد كده في رقم 7 بينفذ اعمال التقوية والتثبيت اللازم لضمان سلامة الشدة الخشبية حسب او وفق وصول الصناع يبقى دي المعايير الخاصة بتنفيذ او بتجميع وتنفيذ الشدة الخشبية لأعمال السلالم وطبعا لا غنى عن معيار من المعايير المحددة امام حضراتكم السبعة لازم يؤديهم الطالب او بيؤدي التمرين وفق هذه المعايير لان هي بكل بساطة هتكون الحاكم على اداء الطالب في التمرين بعد كده طيب ادلة التعلم هشوف انا هقيس في ادلة التعلم بقيس بها مدى تقدم الطالب بتاعي بمعنى انا محتاج ايه الاداء اللي هتكون في ايدي عشان احكم على اداء الطالب في التمرين طيب هنا لو احنا في الشرح بتاعتنا او في الوحدات اللي موجودة مع حضراتكم هتلاقي عندك اتنين من ادلة التعلم دليل تعلم او اللي هو طبعا اوبتوميزيشن اللي هو الخاص بعملية الملاحظة يبقى هنا مطلوب بطاقة ملاحظة بطاقة الملاحظة ان حضرتك الطالب هيؤدي التمرين وفق القواعد اللي استعرضناها من شوية وحضرتك البنود دي موجودة المعيير دي موجودة في البطاقة زي ما هنشوف في نهاية الحلقة بتاعتنا طبعا كل ما الطالب بيؤدي مهارة او معيار من المعيير اللي موجودة في البطاقة حضرتك بتعلم عليها ان الطالب اكتاز اكتاز طبعا علامة الصح او علامة كروسة طبعا لو الطالب ايه لم يكتاز هذه المهارة او هذا المعيار طيب يبقى كده وفق معيير محددة موجودة عندي في بطاقة الأداء بطاقة الأداء بيرمز لها بالرمز O طبعا خضراتكم تعلمون جيدا اسمها بطاقة الأداء اللي هي O أو الملاحظة أنا بكون قاعد أنا والمقيم زي ما شفنا واستعرضنا من شوية في البداية الحلقة بتاعتنا الطالب بيؤدي أماني التمرين وفق المعايير وكل ما بيتعدي معيار أو بيؤدي معيار بعلم له عليه طيب بعد كده عندي بطاقة تانية هنا في أدلة التعلم مطلوب عشان أتأكد من مدى قدرة الطالب على أداء هذه المهارة اللي هي أو التمرين اللي هو خاص بالسلالم اتنين من البطاقة بطاقة O ملاحظة وخلاص عرفناها ونعرفناها ننفذها ازاي بعد كده بطاقة المنتج اللي هو البي يبقى الطالب خلاص هرجع أبص عليه هو وجروب بتاعه أو المجموعة اللي نفذت السلم أبص على التمرين بعد انتهاء من عملية التمرين كامل سواء بقى مرونة بي أو بداية بي الشدة التقفيصة ثم الشدة الخشبية ثم أعمال التقوية الخاصة بي السلم أو السلالم اللي موجود سواء كان شغال على السلم الحصيرة أو السلم الكابولي حسب نوع التمرين يبقى هنا كده هي عندي اتنين من البطاقات لابد ان الطالب بيؤدي التمرين وفق هذه المعايير وانا هسبت ان الطالب ادى التمرين ده وكتاز او لم يكتاز وفق نوعين من البطاقات يبقى عندي بطاقتين مطلوبين عندي في عملية التقييم الخاصة بوحدة السلالم المخرج الاول بطاقة اداء وبطاقة منتج طيب نكمل مع بعض كده ونرجع ونشوف باقي الشريح بتاعتنا مخرجات اليوم طبعا ان هو هينفذ الايه السلم الشدة الخشبية للسلالم الحصير زي ما اتفعت في بداية الحلقة وقلت لحضراتكم ان المعارفة بتسبق المهارات يبقى هنا محتاج اهدم للطالب مجموعة معارف عشان بعد كده لما اجي في التمرين في العمل في الورشة وقل له درجة ايمة نيمة خط الانوف فاخد السلم او البادي او صدفة الوصول وصدفة المتوسطة طبعا المصطلحات دي هتكون جديدة على الطالب في اثناء اداءه المهارة تحت فلازم يكون عارفة في الجانب النظري فوق فهنا بكلفه بتمرين بسيط كده في البداية عشان اشوف مدى المام الطالب بالمصطلحات اللي موجودة عندي وبقول له بتعاون مع افراد مجموعتك اذكر المصطلحات الفنية المستخدمة فيه شدات السلالم او شدت السلالم الحصيرة بشوف مدى المصطلحات او مدى المام الطالب من سوء العمل بالمصطلحات وايس هو ايه اللي بيعرفه عن المصطلحات الفنية ثم بعد كده على طول طبعا بقيمه بقدم له مجموعة المصطلحات اللي هيستخدمها وبندع طبعا بمحل السلم لازم الطالب يكون عارف ان محل السلم هو المقصود به بير السلم زي ما بيطلق عليه في سوق العمل وبيسمى بره وهو المسطح الذي ينشأ في السلم بعد كده عندي تعريف تاني او مصطلح تاني هيستخدمه اللي هو الدرجة وطبعا كلنا بنشوفها في الواقع ويعرفها كويس ولكن هنا بتشكل من جزئين في الاسم او المصطلح العلمي بتاعها اللي هي لانه ممكن بيكون على الرسم التنفيذي اللي موجود معاه مصطلح اسمه نائمة وقائمة طبعا ما يعرفش هم ايه فلازم اعرفهم له في الجانب المعرفي وبقول له ان الدرجة هي جزء من السلم يتكون من نائمة وقائمة لاستعمالها في الصعود او النزول من دور الى اخر كما تسمى اول درجة للبداية خالص بتسمى بالبادي بادي السلم والدرجة النهائية بتكون اخر درجة في السلم بتسمى بالطروفية كما ان للدرجة طرفان رأس ويكون جهة الضربزين وزيل ويكون جهة الحائط ونوضح دي مع بعض كده عشان بالورق بتاعنا او على الورق بتاعنا عشان الطالب يكون عارف ازاي هيستخدمها وازاي تكون واضحة له انا بتكلم دلوقتي عن سلم لو انا هفترض ان ده السلم فانا بعلم الطالب فوق في المعارف بقول له دي درجة من درجات السلم بتاعي الدرجة دي الجزء اللي انا بدوس عليه بقدمي عفوا وانا صاعد او عملية النزول ده اسمه نائمة والجزء او المسافة اللي انا برفع رجلي اثناء عملية صعود السلم دي اسمها قائم طيب بداية السلم لو انا عندي السلم كده مكمل معايا اهو بمنظور كده لو انا برسم طبعا حاجات مبسطة خالص في المعارف برسمها للطالب تقدر توصله المعلومة بشكل بسيط وبدون اي تعقيد ده جزء من السلم درجة اثنين تلاتة باعرفه لو انا السلم ده البداية بتاعتي اعتبر ان السلم ده عبارة عن اربع درجات وليكن مثلا اهو السلم كله او القلبة بتاعتي اربع درجات اول درجة دي بتسمى بادي السلم والنهاية بتاعتي اخر سلمة دي في السلم كله بتسمى طروفي يبقى عندي بادي وطروفية وعندي في السلم بتاعي بكله او الدرجة لها طرفين رأسي والرأس دي بتكون جهة الحائط لو أنا عندي الحائط بتاعي كده هيكون موجود هنا ده الحيطة بتاعتي السلم بيكون ناحية الحيطة كده وليكن اعتبر ده الحائطة هو الجزء اللي ناحية السلم ده بيكون اسمه رأس الدرجة والجزء اللي بيكون الناحية التانية ده بيسمى لو ناحية الدربزين أو الكوبستة بتاعتي بيسمى زيل الدرج يبقى برسمة بسيطة أحبايا أو زملائي معلمي التعليم الفني والتخصصات المعمرية وبالأخص تخصص الخرصانة برسمة وببسطة زي اللي رسمتها امام حضراتكم الطالب يكون عارف او قدر يعرف يعني ايه نائمة يعني ايه قائمة يعني ايه زي للدرجة يعني ايه رأس الدرجة فين البادي وشكله ازاي وفين الطرفية وان مجموعة الدرجات على بعضها كده اسمها قلبة السل يبقى كده بنموذج مبسط زملائي قدرت اوصل للطالب ازاي يعرف مشتملات او المصطلحات الخاصة بالسلالم في الجانب المعرفي وانا معاه في الفصل فوق نرجع تاني للمصطلح للسلايت بتاعنا ونشوف باقي الشرايح بتاعتنا وباقي المصطلحات عند مصطلح تاني اسمه الدرجة العادية وهي الدرجة التي يكون عرض النائمة فيها سابتة لان طبعا احيانا بيشوف او بيشوف في سوق العمل او الطالب بيشوف برا سلم دوران او مروحة طبعا بيختلف فيه رأس الدرجة عن زي للدرجة بيبدأ صغير ثم بيبدأ كبير عشان عملية الدوران بتاعي الخاصة بالسلم والسلم المروحة دي عادة او غالبا بتكون فيه الاماكن اللي بيكون محل السلم او مكان السلم فيها دي او صغير ما قدرش انفس فيها السلم العادي اما السلم العادي الدرجة العادية اللي بيكون طبعا عرضها سابت يعني بدايتها زي نهايتها الرأس والزي الواحد لو عرض الدرجة 30 بيكون ماشي معايا 30 في كامل الدرجة في كامل القلب بعد كده الدرجة المروحة وقلت طبعا ان هي الدرجة التي يتغير فيها عرض النقمة فيقل عند الرأس ويزيد عند الزيل وتسمى مجموعة الدرجات مع بعضها كده بالسلم الحلزوني اقدر طبعا اوصلها للطالب ازاي دي هنشوفها بس مع الدرجة المشطورة بقولك الدرجة المشطورة وهي بتشبه الدرجة المروحة الى انها زي رأس عريض اللي هي طبعا لو هنوضحها بالرسم لازم طبعا اتعامل مع الطالب في الجانب المعرفي بالورقة والقلب لو انا بقول الدرجة المروحة بقوله ان الدرجة المروحة بتقل عرضها عند الرأس خلاص انا اتفقت ان الرأس المروحة بتكون ناحية الحائط لو بيقولي بتقل عند ناحية الرأس وبتزيد عند زيل الدرجة يعني انا لو عندي كده لو لاحظت على ايه الدرجة بتاعتي عاملة كده والدرجة اللي بعدها على ايه عاملة كده عشان طبعا السلم حيلف معاي صحي كده في مكان صغير يبقى انا بعرف الطالب ان الدرجة المروحة دي اسمها كده درجة أو درج مروحة بيستخدم طبعا في الأماكن الديقة السلم ده وبيختلف فيه رأس الدرجة رأس الدرجة طبعا بيكون أصغر ناحية الرأس عرض الدرجة ناحية الرأس بيكون أصغر من زيل الدرج عشان يسمح بعملية عملية الدوران في أضيق الحدود أما في الدرج أو الدرج الطرفي بتاعي أو الطرفية بتاعتي بيكون شكل الدرجة متغير يعني العرض بتاعي بداية الدرجة بيختلف عن نهايتها فممكن تلاقي الدرجة عندك عاملة كده رغم أن السلم مهوش مروحة فده طبعا شكل آخر من أشكال الدرج بتاعي اللي موجود عندي بيلاقي طبعا الرأس بتختلف عن الزيل يبقى ده الشكلين بتوعي وأقدر بكل بساطة جدا أوضحها للطالب في الجانب المعرفي نرجع للسليد بتاعنا ونكمل هنا بيقول لي طبعا النائمة وأنا قلت لحضراتكم في الشريحة السابقة في الاستعراض على الوراء إزاي النائمة بتاعتي برسمة بموسطة جدا اللي هي الجزء اللي بيضغط عليه الطالب أثناء عملية الصعود والنزول من السل القائمة هي المسافة طبعا اللي بيرفع فيها الصاعد أو النازل رجله ما بين النائمتين أو ما بين الدرجتين القلبة على بعضها اللي هي مجموعة الدرجات بس خلي بالك هنا لها شرط فبيقول له إيه لازم طبعا أوصل المعلومة دي للطالب بقول لي بتتكون من مجموعة من الدرجات موجودة في مستوى مائل واحد ويجب ألا يقل عدد الدرجات في القلبة الواحدة عن 3 درجات ولا يزيد عن 13 درجة وهنا حابين نأكد على معلومة لأن الطالب هنا هيقابل في سوق العمل أو في الواقع حاجات من دي كتير جدا فلازم يكون دارس وفاهم وعارف أن الدرجة عندي منفعش أقول على السلم سلم وهو أقل من 3 إيه من 3 درجات وطبعا لازم وشرط أساسي أن المستخدم السلم ما يستخدمش القلبة الواحدة اللي هي مجموعة درجات أكتر من 13 درجة ليه طبعا ده بيكون فيه خطورة على الصحة أو استعمال الشخص اللي السلم سواء في عملية الصعود أو عملية النزول يبقى أنا بعرف الطالب أنه هو في أي منشاءات الحكومية أكيد طبعا اللي بتنفذ الشغل على زي ما بنقول بالخريطة وحسب الرسومات التنفيذية ووصول الصناعة مش هيقابل سلم فيه عدد الدرجات أكتر من 13 درجة بعد كده الحاجة التانية والمعلومة التانية اللي بقدمها له أنه برضو في أغلب السلالم اللي بتنفذ فيه المباني أو ذات الطبع الخاص واللي بتشرف عليها الدولة ووفقه أصول الصناعة بلاقي دايما السلم بيلف على الجنب الشمال أو ناحية الجنب الشمال ناحية اتجاه القلب لأنه طبعا السلالم بتنفذ غلط ولازم المعلومة دي يكون هو عرفة من سوء العمل أن السلم لما يكون في اتجاه اليمين ده طبعا بيعمل لطباء أو الاستشاريين بيقول أنه طبعا في المعلومة دي بيقدم معلومة بيقول أنه ده بيكون غلط على الدورة الدموية للمستخدم السلم فيها أثناء عملية الصعود والنزول وبالتالي دايما تلاحظ هيكون موجود عندك أن السلم بيلف دايما في المصالح الحكومية والمنشآت اللي بتشرف عليها الدولة ووفقه أصول أو المباني المنفذة ووفقه أصول الصناعة دايما بتلف على اتجاه الشمال ناحية اتجاه القلب طبعا دي من المعلومات اللي لازم خاصة بسوق العمل ولازم يكون الطالب ملم بيها ويكون عارفها لأنه طبعا هيفاجأ بيها ولازم تكون موجودة عنده في الوحدات لو هي مش موجودة حضرتك بتقدماله من واقع العمل ويكون ملم بيها عشان يقدر يواكب سوق العمل نرجع تاني ليه اللي صلاة بتاعنا وينكمل المصطلحات خلاص عرفت طبعا أن القلبة بتكون من 13 ولا تزيد عن 13 ولا تقل عن 3 وده طبعا شكل بكل بساطة وكل يسر موجودة عند حضرتكم بيوضح النائمة طبعا اللي هو الجزء ده والقائمة اللي هي المسافة أقدر أقول له حاجة تانية كمان القائمة اللي هي دي هي المسافة المحصورة ما بين نائمتين متتاليتين دي ودي المجموعة دي كلها على بعضها اسمها البتسلم وزي ما قلت في البداية على الورق أن دي أول درجة بتسمى بادي وآخر درجة بتسمى الطرفية دي بتسمى رأس الدرجة لما تكون ناحية الحيطة دي بتسمى زيل الدرجة طيب بعد كده نكمل أو نشوف اللي بعد كده من المصطلحات عندي حاجة مصطلح تاني اسمه الصدفة وتسمى البسطة وهي منصة ده بيطلق عليها البسطة يعني وهي منصة أفقية بين قلبتين سلم ووصفتها طبعا إعطاء راحة مؤقتة للإنسان أثناء استعماله للسلم أو تغيير أو تغيير اتجاه القلبة وأقل مقاس للصدفة للصدفة بيكون مربع طول ضلعه أو طول ضلع هو طول السلمة الواحدة ده توضيح للصدفة اللي بيطلق عليها بسطة السلم وبتستخدم وتستعمل لعملية الاستراحة عشان المستخدم السلم يقدر يستريح ما بين الألبات وبعضها هنا بيقول لي أن البسطة دي المفروض أنها ما بتقلش عن متر مربع أو مربع طول درجة واحدة لو الدرجة دي كانت مت يبقى مربعها عشان أقدر تجمع ما بين اتنين أو أكتر من مستخدم للسلم عشان عملية الصعود والنزول أحبائي الوقت مع حضراتكم بينتيق بسرعة جدا وللأسف فريق الإعداد بيستعجلني عشان نخرج لأن كده الوقت معكم بيمر بسرعة على أمل إن شاء الله نحن نلتقي بكم في حلقات مسلسلة لاستكمال باقي وحداتنا العاملة أو المستخدمة في منظومة الجدرات المهنية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة